خليني أقول لكم برضو أن هناك تطورات فيما تعلق بملف قضية كهرباء وخطاب لفيفا حيكون الأسبوع المقبل الزمالك ينوي تقدم أو مخطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاية الأسبوع اللي جاي ده اختاروا بعدم تسلموا قيمة الغرامة الموقعة على كهرباء صنع ألعاب الفريق بعدما أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بتغريم اللاعب مبلغ وقدره كان 2 مليون دولار بالإضافة 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل للمبلغ وفقا للحكم الصادر على كهرباء سداد الغرامة لازم يكون خلال 30 يوم من تاريخ الحكم اللي صادر يوم كام 29 مارس خاصة أن اللاعب لم يطعا حتى الآن أمام المحكمة الفيدرالية وبذلك حيبدأ الزمالك في طلب فتح ملف تنفيذ انضباطي من الاتحاد الدولي حال عدم وحال عدم سداد الغرامة حتطالب إدارة الزمالك بتوقيع عقوبات جديدة على اللاعب ده ما يتعلق بموضوع كهرباء وشغل شغل لجمهير نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك اللي بتكلم في رقم كبير جدا جدا اشتركوا في القناة